نروح ليه تصريحات ما بعد مباراة بولندا والسعودية هيرفي لينار قال ان احنا هنلعب حتى اخر دقيقة في كأس العالم لا تتوقع اننا استسلمنا مازال هناك مباراة وسنلعب بكتالية امام المنتخب المكسيكي وقال انه هو فخور بلاعبيه واللي قدموه حتى الان في هذه البطولة وقال النتيجة لا تعكس مجريات المباراة من السهولة انك تدائق وتعاتب ولكن دي كرة القدم فيها العديد من الاخطاء اللي سوف تقولوكو نفس الكلام انه سهل جدا ان تقعد تلوم مش عارف فلان وفلان وفلان بيكسب الفريق اللي بيستغله خطأ على فاك ان نهار دا المنتخب الولان دي كان عنده اخطاء بس المنتخب السعودي ماستغلهاش ضربت الجزاء خطأ المنتخب السعودي ماستغلهاش توفيق توفيق وحظ وتركيز زيادة لازم تركيز زيادة طب بساطة يعني محمد البريك لعب المنتخب السعودي قال وتيحت لنا العديد من الفرص على الجانب الاخر لكنها لم نستغلها بالشكل المناسب لكننا لن نستسلم وهنقود مباراة بولندا كأنها المباراة النهائية ميتشوفيتش اللاعب او مدرب بولندا قال التصدي للاقلة الجزاء كاية نقطة التحول في المباراة او مباراة السعودية وقال ان احنا خلقنا العديد من الفرص لكن استضعنا خطف نقاط المباراة وده الاهم زي ما السعودي برضو خلقت العديد من الفرص واحنا اللي كنا كسبانين في الاخر اما ليفانوفيسكي الهداف الكبير اللاعب برشلونة والمنتخب البولندي قال لم اتمالك مشاعري اثناء عزف النشيد الوطني ثم بعد تسجيل الهدف كل ما حلمت به وفكرت فيه تحقيقه قبل المباراة وانا مبسوط باللي وسلطوله دوت عشان بالنسبالي ده امر رائع نهاردة ليفا بيسجل اول اهدافه مع المنتخب البولندي فيه كأس العالم